أهلا بكم في هذه النشرة ونستهلها من الملف العراقي حيث قاطع اتحاد القوى العراقية الذي يضم الحزاب السنية الرئيسية اجتماعات مجلسي الوزراء والبرلمان اليوم احتجاجا على الاتهاكات التي ارتكبت في مدينة المقددية بمحافظة ديالا وسيطرة من أسماها الميليشيات التي تسيطر عليها وجاءت المقاطعة للضغط على الحكومة بهدف حماية المدنيين ومحاربة الميليشيات الخارجة عن القانون وآلن رئيس الكتلة النيابية لاتحاد القوى النائب أحمد المساري عن جملة من الإجراءات احتجاجا على الانتهاكات التي تشهدها المقددية في هذه الأثناء قال رئيس اتلاف الوطنية رئيس الوزراء الأسبق يد علاوي إن العراق يحتاج حلولا جذرية لأزماته السياسية وإن مقاطعة الحكومة والبرلمان لجوء إلى أنصاف الحلول بينما قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن ما حدث في المقددية وقبلها في بابل يؤشر إلى خطورة الوضع رسالة استنكار ترجمت بمقاطعة مؤقتة من نواب ووزراء العرب السنة لجلسات البرلمان والحكومة كرد فعل على ما يجري في المقددية التي شهدت اعتداءات على المساجد والمدنيين ومنازلهم تحالف القوى وجه لائحة مطالب إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية يتقدمها مطلب معالجة ملف الأسلحة خارج إطار الدولة المطالب بحل الميليشيات ونزع أسلحتها وإلقاء القبض على المتورطين بجرائم القتل والتهجير والخطف والسطو المسلح في مناطق ديالا وغيرها من المحافظات قرار المقاطعة رسالة احتجاج على المستويين الشعبي والسياسي قابلها رئيس الحكومة بزيارة ميدانية إلى المقدادية التقى خلالها بوجهاء المدينة وشيوخ عشائرها بالإضافة إلى الحكومة المحلية لتثبيت سلطة الدولة وإعادة الهدوء إلى المدينة التي تقطنها طوائف وأعراق مختلفة